إلينا عبر الأقمار الصناعية من دبي المحل المالي والخبير الاستثماري دكتور عبد الرحمن الطريفي أهلا بك دكتور وأود بداية شاهدنا تراجع اليوم للسواق الإماراتية في الأسبوع الماضي بعد إداء إيجابي كانت علي تقريب منذ بداية العام ما تقيك اليوم لأداء للسواق الإماراتية وكذلك استمرارها في الخفاض لجلسة اليوم أهلا بك حبيب مساء الخير أنا برأيي نعم أنه مرة شهر يناير بارتفاع لسوق أبوظبي حوالي 4 أو 6 في العشرة لكن بسوق دبي كان الارتفاع بسيط جدا حوالي 17% إلا أنه كان سوق أبوظبي لديه أيضا بنك الخليجي الأول هو المسيطر السيطرة كاملة على الأسواق أبوظبي لأنه هناك ارتفاع وارتفاع جيد لهذا السهم وكذلك لا ننسى أن شركة أذنك أيضا أصبح عليها الاستثمار جيد وكذلك التداولات عليها جيد لكن سوق أبوظبي سوق دبي كما نعرف أن القطاع المصرفي كان قطاع واعد وقطاع جيد في حوالي 15.7 مليار درهم تم الإفساح عنها وعملت أيضا توزيعاتها في هذا العام وهذا أدى إلى نوع من الزخم في هذه القطاع وكذلك القطاع لا ننسى أن القطاع العقاري الذي يقوده سوق شركة أعمال العقارية انخفضوا وانخفضوا بانخفاض كبير جدا لأنه بالفعل أصبح الآن كما نشاهد أن سوق شركة أعمال العقارية 6 دراهم ونصف وخمسين فلس برأيي هذا أكثر من انخفاض لشركة أعمال لأنه بالفعل شركة أعمال الآن قامت بتوزيع حوالي ما يعادل حوالي 3 مليار درهم في شهر يناير وكذلك سوف تقوم بعملية توزيع مليار درهم في شهر برين أنا برأيي أن ما حصل في أسواق الإمارات منذ بداية هذا العام أكثر من جيد لأنه بالفعل الأتصاد الكلي هناك نوع من النمو هناك نوع من الارتفاع وهناك أيضا بجذب الاستثمارات الاستثمارات الكبيرة وقطاع الإنشاء وقطاع العقاري سوف يشهد في الفترة القادمة حوالي 700 مليار درهم استثمارات في هذا القطاع وهذا قطاع جاذب وجاذب قوي للاستثمارات الأجنبية انظر إلى الاستثمار الأجنبي لكن ما حصل في أسواق الأمريكية وأسواق الأوروبية أيضا أثر تأثير سلبي في هذا اليوم وكذلك انخفاض في أسعار النفط أدى إلى نوع من الترقب الحذر أنا برأيي الكل ينتظر ما الذي سوف يحصل في يوم الثاني القادم لأنه بالفعل كما يعرف أن الأسواق الأمريكية والأوروبية مغلقة يوم الأحد لكن أنا برأيي سوف يكون هناك نوع من الانتعاش إذا ما عاد مرة ثانية الاقتصاد الأمريكية والاقتصاد الأوروبية أيضا بهذا الانتعاش لأنه بالفعل أصبح هناك عامل ارتباط وارتباط قوي مع أسعار النفط وكذلك مع الأسواق العالمية ككل نعم كذلك بالنسبة أبقى معك في معدلات السيولة شهدنا تراجع واضح بالنسبة في بورست دبي وأبو ظبي اللي انخفضت في تقريبا في بورست دبي السيولة بـ 10% برأيك ماذا يدل على هذا الانخفاض في ظل كذلك أنه شهدنا خلال شهر يناير أنه صافي مشتريات المستثمرين الأجانب السوق دبي سجلت ما يقارب 3 مليار 970 مقارنة بمبيعات بلغت 3 مليار 720 مليون درهم قراءتك بالنسبة إلى السيولة وكذلك كمستثمرين لجانب شكلون عامل مهم بالنسبة في أسواق الإمارات أنا برأيي أن عملية الانتظار أيضا بعملية البيانات المالية لشركات المساهمة وتوزيعات الأرباح أيضا هو العامل الرئيسي العامل المهم لدى المتداولين أنه بالفعل الكل ينتظر ونحن نعرف أن أغلب الشركات التي تم الافصاح عن بيانات المالية وتوزيعاتها في هذا العام قد أدت إلى نوع من الارتفاع وارتفاع جيد أنظر إلى بنك دبي الإسلامي لهذا الارتفاع أنظر إلى أيضا بنك الإمارات دبي الوطني رغم انخفاض أرباحه إلا أن هناك نوع من عملية أيضا ارتفاع في التوزيعات النقدية وكذلك الشركات الأخرى وكذلك لا ننسى أن بنك خليج الأول أيضا بهذا الارتفاع في الأرباح وكذلك التوزيعات النقدية لديها أدى إلى نوع من الانتعاش الكل ينتظر الآن البيانات المالية نحن دائما في شهر واحد وفي لغاية 15-2 ننتظر هذه البيانات المالية لأنه بالفعل حوالي 45 يوم ننتظر بعملية البيانات المالية وكذلك الإفساحات وهذا هو المقلق والذي يؤدي إلى نوع من الحذر لدى المداولين ولا ننسى أن أغلب الشركات المساهمة العامة تفصح عن بياناتها في آخر موعد لديها 15 فبراير لأنه 45 يوم في نهاية العام وهذا خاصة القطاع المصرفي أعطى إلى نوع من الأرباح والأرباح القوية لأنه الكل كان ينتظر عملية القطاع المصرفي والبيانات المالية وأنه مخصص الدين المشكوك فيها ومخصص الدين المشكوك فيها تحصيلها والدين المعدومة أيضا الآن ظهرت وظهرت جيدة إذن أعدت إلى نوع من توجه المتداولين إلى عملية الإسماعات في داخل القطاع المصرفي أيضا نعم كذلك أبقى معك من نسبة في القطاع البنكي وخاصة أنه بلغ حجم التوزيعات عن العام 2017 قرأتك بالنسبة إلى قيم هذه التوزيعات من القطاع البنكي وهل ترى بنسبة أنها مشجعة للإستمار خاصة أنه كان خلال كما ذكرت قبل شهر يناير أنه جميع غالب الإستمارات المستثمرين لجلهم تركزت في قطاع البنكي والمقطاع المصرفي نعم كما قلنا أنه بنك دبي الإسلامي أعطى نوع من الأرباح والأرباح الجيدة حوالي 45% سوف يقوم بتوزيع هذه الأرباح التي كانت أكثر من جيدة وكذلك قطاع بنك الإمارات الدبي الوطني بنك الخليج الأول بنك أبوظبي التجاري بنك الاتحاد الوطني كل هذه القطاعات بدون استثناء القطاع المصرفي أعطى نوع من الارتفاع والارتفاع الجيد لكن الملفت والمقلق عملية انتظار للمتداوليين خاصا القطاع العقاري القطاع العقاري كما شادنا لا زال الكل ينتظر شركة أعمال العقاريين التي سوف يقول إليها عملية الأرباح وعملية أيضا توزيعات وإن كنت أنا أقول أن التوزيعات أصبحت معروفة لدى القطاع المصرفي خاصة من شركة العقارية لأننا نعرف أنها منذ حوالي 6 سنوات لم تقوم بتوزيع أكثر من 15% رغم هذا الارتفاع الكبير جدا ولكن في هذا العام قامت بتوزيع عملية حوالي 4 مليارات درهم وزعت حوالي 3 مليار درهم في شهر يناير وفي شهر إبريل كما نعرف مليار درهم هي عملية كما نعرف أنها حققت أرباح من اكتتاب شركة عمار للتطوير العقاري وهذا علاوة الإصدار أو الأرباح التي حصلت عليها المستثمرون والمساهمون على حد نسوى نعم كذلك بنسبة أنتقل معك الأسوق أبوظبي المالي والذي كذلك شهدنا تراجع بنسبة خلال الفترة الماضية كذلك اليوم متراجع في حين يعزل بعض أنه ما زال قطاع الطاقة يضغط على المؤشر بشكل سلبي سجل تراجعات بكتر من 2% ومتأثر بهبوط بنسبة ساهم دانا غاز ولسجل تراجعات بأقل من 4% نعم بالفعل ساهم دانا غاز لا زال أيضا غير مقنع وغير أيضا الرؤية غير واضحة لأنه كما نعرف أنه المحكمة البريطانية أخذت قرار بعملية لا بد من دفع 700 مليون دولار لحامل السكوك ولن تلتفت إلى ما يحصل في محكمة الشارقة وهذا أيضا ملفت للنظر لأنه بالفعل كما شاهدنا أن شركة دانا غاز وصل الساهم إلى 81 إلى 82 عاد إلى 75 لأنه بالفعل الكل ينتظر وكذلك لا ننسى أيضا أن هذا التطور أيضا في شركة الملاحة العربية شركة الملاحة أيضا الخليج الملاحة برأي أنها أكثر من جيدا لأنه بعملية ارتفاع في هذا الساهم بعد أن كان حصل عليه في السنوات السابقة على بعض نوع الخلل وكذلك الخسارة المتراكمة التي حصل عليها هذا الساهم عملية أيضا إدراج زيادة رأس المال ومن ثم إيجاد مليار درهم زيادة في رأس المال سوف يعطي نوع من الزيادة التوسع في شركة الخليج الملاحة للاستثمار في السفن العملاقة الكبيرة التي يحتاجها هذا القطاع وكذلك لا ننسى أيضا شركة أيضا أن شركة الدار العقاري أيضا في هذا العام لم تعطي أيضا نوع البيانات المالية وكذلك الكل ينتظر فيها شركة اتصالات أيضا نوع من الخسائر أو الانخفاض في الأرباح السنوية وأثر تأثير سلبي على هذه الشركة نعم نعم الدكتور والخبير الساهماني دكتور عبد الرحمن الطريف كنت معي من دبي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر